بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه الآية والآيات اللاحقة تتحدث عن المقومات التي يجب أن تكون عليها الأمة الإسلامية ومن أهم تلك المقومات القبلة القبلة لها أهمية قصوى وهي التي تشكل المقوم الأول للأمة سيقول الصفهاء من الناس أخبر الله تبارك وتعالى قبل تغيير القبلة عن إشكال بعض الناس على هذا التغيير وربما يكون هذا الإخبار لجهات عديدة منها أن يتهيأ المؤمنون لرد هذا الإشكال فإن العلم بالإشكال قبل صدوره من المستشكل يوجب توطين الناس واستعدادها للرد عليه فلا يتفاجأون بورود هذا الإشكال ولا يضطربون لذا يقول الله تبارك وتعالى سيقول الصفهاء الذين لا يحكمون عقولهم الصفهاء جمع السفيه وهو الإنسان الجاهل ذو العقل الناقص السفه يعني قلة العقل وكل من لا يتبع شريعة الله تبارك وتعالى الذي دل عليها العقل وطابقة الفطرة فإن مثل هذا الإنسان قليل العقل أو لا عقل له أصلا من الناس يعني من اليهود والمنافقين والمشركين شنو إشكال هؤلاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني أي شيء صرف المسلمين عن قبلتهم السابقة وهي بيت المقدس فإن الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس أما في مكة فلم يظهر للناس أن القبلة هي بيت المقدس لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي إلى بيت المقدس ولكن كان بحيث يجعل الكعب أمامه فلم يلتفتوا إلى أنه يصلي إلى بيت المقدس لكن في المدينة ظهر هذا الأمر لأن القبلة كانت في الجنوب وبيت المقدس في الشمال ومن المعلوم أن بيت المقدس قبلة اليهود فلما ظهر الأمر عاب اليهود النبي صلى الله عليه وآله بأنه يصلي إلى قبلتهم فحول الله القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وذلك في المدينة فأخذ اليهود يهرجون حول تحويل القبلة وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام تحولت القبلة إلى الكعبة بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر ثم وجهه الله إلى الكعبة وذلك أن اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون له أن تتابع لنا تصلي إلى قبلتنا فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك غما شديدا وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك أمرا فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين فنزل عليه جبرائيل وأخذ بعض ديه وحوله إلى الكعبة فقالت اليهود والسفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل يا رسول الله في جواب هؤلاء المستشكلين لله المشرق والمغرب فكل الأرض وجهاتها ملك لله تبارك وتعالى فلا فرق بين بقعة وأخرى إلا بتشريف الله فلله أن يختار جهة القبلة التي يشاء فمتى شاء وجه عبيده إلى حيث يشاء والقبلة ليست حكرا على جهة معينة حتى لا يمكن تحويلها يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي الله تبارك وتعالى من يشاء إلى صراط مستقيم وهي الطريقة التي فيها الحكمة فقد كانت المصلحة سابقا التوجه إلى بيت المقدس أما الآن فتختضي المصلحة الصلاة إلى الكعبة وكل واحد منهما عين الهداية في زمانه فكما كان الصراط المستقيم قبلا بيت المقدس كذلك صار الصراط المستقيم فعلا الكعبة فليس أمر الله تبارك وتعالى أمرا اعتباطية وإنما حسب المصالح في المأمور به وفي الحديث الشريف جاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا محمد هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها أربع عشرة سنة ثم تركتها الآن أفحقا كان ما كنت عليه فقد تركته إلى باطل فإنما يخالف الحق فهو باطل أو كان باطلا فقد كنت عليه طول هذه المدة فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بل ذلك كان حقا وهذا حق يقول الله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إذا عرف الله صلاحكم يا أيها العباد في استقبال المشرق أمركم به وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصالحكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عباد الله أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه ألا فسلموا لله أمره تكون من الفائزين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر